السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فإنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نبي الرحمة رسول السلام نشهد يا رسول الله أنك ورسلت داعية إلى الرحمن فدعوت فاهتزت لك الثقلان أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا إلى الواحد الديان اليوم سأتحدث معكم بعون من الله وتوفيق ومدد عن داء إذا دخل في بدن أهلك وإذا دخل في أسرة شتتها وإذا دخل في مال ضيع ليس عنا ببعيد يا أهل مصر هذا الشاب طالب الثانوي العام الذي حصل على تسعة وتسعين بالمئة ثم إذا به ماء نزل البست على صفحات التواصل الاجتماعي حتى حدثت له حادثة مفجعة ومات على إثرها والآخر قبل النتيجة بيوم واحد وهذا الولد كان وحيدا لأمه إذا به يغرق في البحر والآخر عنده عمل ما إن يبدأ في عمله ثم يعلن عن هذا العمل حتى يصاب بحادث مفجع وغيره ما إن يرزقه الله عز وجل فيشتري سيارة فما إن يخرج بهذه السيارة في سفر حتى يقال البقاء لله مات فلان ما السبب في كل هذا إنه الحسد كفاهما ذمه أن الله أمرنا بالاستعاذة منه فقال ومن شر حاسد إذا حسد كفاهما ذمه أن أول معصية على ظهر هذه الأرض كانت بسبب الحسد الله يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قالها حسدا قالها تغطرسا قالها تجبرا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من موطين أتدري أيها المشاهد الكريم أن أول جريمة وأول الدماء التي أسيلت على ظهر هذه البسيطة على ظهر هذه الأرض كانت بسبب الحسد واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لإن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصطي يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فقتله فأصبح من الخاسرين يا الله أسخط عليه ربه ربه صخط عليه وأغضب أباه وأمه وقتل أخاه السبب في ذلك أن الله تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل فما كان منه إلا أن قتل أخاه وأسال الدماء على ظهر الأرض السبب الحسد أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سبحان الله من مقسم الأرزاق من الذي جعل هذا في منصب يعني وزير محافظ رئيس مدير أعمال مدير قناة من الذي جعل هذا في مكانه ومن الذي جعل هذا عاملا للنظافة ومن الذي جعل هذا عاملا في أرض زيارة أو في مزرعة إنه الله الله هو الذي قسم الأرزاق وقسم المناصب وما والواجب علي وعليك أخي الحبيب أن نرضى بما قسمه الله لنا لأن النبي هو الذي قال ارضى بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس اللهم ارزقنا الرضا يا رب العالمين أخي الحبيب إياك والحسد لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اثنان من أهل النار اللهم لا تجعلنا منهم ولا المشاهدين الكرامة يا رب العالمين الحاسد والحاقد الحاسد معنى الحسد تمني زوال النعمة من عند الغير ما إن يرى الخير عند فلان حتى يتمنى زوال النعمة من عنده ما إن يأتي ولده علم علوم ثانوية عامة وإذا به يأتي بمجموع تسعة وتسعين بالمئة أو ثمانية وتسعين بالمئة يقول لك آه شوف فلان عند ولد فلتة الولد جاب طب وما كان شي بياخد دروش زي أولادي شوف الأولاد يا الله لماذا لم تقل ما شاء الله تبارك الله آهل للحسد كم من أجسام دخلت القبور بسبب الحسد كم من شباب دخلوا قبورهم بسبب الحسد كم من أسرة تشتتت بسبب الحسد أما قلت ما شاء الله تبارك الله وأنت يا من أعجبتك صورتك أعجبتك هذه الصورة وأنت تقف أمام المرآة وأنت يا بنيتي عندما تلبسين الثوب الجديد وتقفين أمام المرآة يعني تمشطين الشعر فإنك تعجبين بنفسك وربما تقولين كلمة كانت سببا في هلاكك كيف هذا ممكن للإنسان يحسد نفسه إيه وربي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم من أخيه أو من نفسه أو من ماله ما يحب فليدعو له يقول ما شاء الله تبارك الله لما يا رسول الله فإن العين حق فإن العين حق يا الله ها هو سليمان ابن عبد الملك ابن مروان هذا الخليفة كان صغيراً كان صغيراً في السن إذا به يصبح خليفةً للمسلمين وأميراً للمؤمنين وملك من ملوك الدنيا وكان يملك من الجواري ألف جارية حسناء عنده الخدم وعنده الأموال وعنده القصور وعنده الجنود وعنده الجيوش التي تتحرك ببنانه فإذا به في يوم جمعة يلبس عباءته ويقف أمام المرآة فيقول في نفسه ويقول بلسانه الملك صغير السن ملك الأرض من ملوك الأرض قوي البدن عنده الجواري وعنده الخدم والجنود والحاشية والوزراء عنده الجيوش التي تأتمر ببنانه وما زاد عليها فما مضى إلا أسبوع وقد قبر دخل إلى قبره يعني أنت ممكن وانت داخل بيتك ترى ولدك فتقول عنه كلمة تكون سببا في هلاكه وأنت تجلس بين أولادك وأنت تجلس جلسة أسرية فإذا بالولد الصغير الذي عنده ثلاث سنوات يتكلم بكلمة لم يتكلم بها الكبير وأنت تقول شف الولد الزكي شف الولد الدهية شف الولد الفطن فيقتل هذا الولد أنت السبب لماذا لم تبرك عليه لما لم تقل ما شاء الله تبارك الله يا عم الشيخ هو ممكن المؤمن اللي بيصلي الفجر واللي بيصلي الخمس فروت في جماعة واللي بيقرأ القرآن وبيقرأ الورد اليومي من القرآن ويسبح ويقرأ الأذكار ممكن يحسد نعم سئل الحسن البصري أيحسد المؤمن يا إمام قال أَوَنَسِيْتَ بَنِيْ يَعْقُوبِ أَوَنَسِيْتَ أُخْوَةَ يُوسُفْ يعني سبحان الله كانوا يحسدون وهم من وهم أخوة نبي وأبناء نبي ثم قال ولكن غمه في صدرك يعني ما تلاقي نفسك هتحسد غم هذا الحسد في صدرك فلا تعدو به يد ولا يتكلم به لسان فإنه لا يضرك عندما ترى الخير على فلان قل ما شاء الله تبارك الله عندما ترى الخير على أولادك قل ما شاء الله تبارك الله تخيل صحابي من صحابة رسول الله لم يقل الله أكبر ولم يقل اللهم صلي على محمد ولم يقل ما شاء الله تبارك الله فحسد صحابيا آخر ماذا تقول يا عم الشيخ والله أنا لا أهرف بما لا اعرف هذه الحقيقة كان هناك سهل بن حنيف من صحابة رسول الله وكان معه سيدنا عامر بن ربيعة وكان في سفر مع رسول الله من المعهم حبيبك النبي صلت عليه صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فذهب سهيل سهل بن حنيف ليغتسل فرآه عامر بن ربيعة رأى جسده ورأى بدنه فقال ما هذا الجلد والله اراه افضل من جلد امرأة مخبأة في خدرها يعني افضل من جلد جارية ومن بشرة جارية لم تراها الشمس فطلبط وسقط على الارض يا الله اغمي عليه في الحال غاب عن الوعي في الحال فحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ان رآه النبي ماذا حدث لسهل بن حنيف كان معنا في السفر الان قالوا رآه عامر بن ربيعة وهو يغتسل فقال لم ارى كجسدك اليوم ولم رأة مخبأة في خدرها قال الي به فجئ بعامر فغيض عليه النبي واغلظ له في القول وقال يا عامر ما حملك ان تقتل اخاك لماذا لم تبرك عليه يا عامر لما لم تقل ما شاء الله تبارك الله اللهم صل على النبي محمد الله اكبر لما لم تقل هذا الكلام يا عامر فاذا به يقول قم فاغتسل لأخيك فقام فاغتسل لأخيه غسل يديه الى المرفقين وغسل وجهه وغسل موضع الازار وغسل ركبتيه وغسل قدميه ثم جيء بهذا الماء قال النبي ضعوه على عاتقه يعني على عاتق سهل بن حنيف فلما وضعوا الماء على عاتق هذا المحسود مغم عليه في اغماء كامل كأنه عنده كهربة زائدة بالمخ كأنه عنده تشنج عصبي كأنه عنده غيبوبة سكر فما ان وضع عليه الماء حتى قام كأنه بعير انفض من عقاله يا الله وذي اول فائدة اخرج بها معكم في هذه الحلقة يعني ايه الكلام دا يا عم الشيخ يعني مثلا محمد سمير اللي هو بيتحدث امامكم الان علمتم انه قال كلمة فحسد فلان تقول له بالله عليك يا عم الشيخ اتوضالي ونعيش شوي اطمية من وضوءك ازاي الكلام دا دا انا لو قلت له الكلام دا ان شاء الله يجعدني في معاد وهتحصل مجزرة انا احسن منك انت نسيت نفسك انت نسيت انا ابن مين انت نسيت ابو يمين وعم مين وخالي مين اقول لك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ من عقابته يعني الكلام دا اعزموا على كباية ينسون كباية شمر يا اخي كباية شاي كباية حلبة طبعا هيفضل او هيفضل منه زوج عجابة زي احنا بنسميها عند العرب فخذ هذا الزوق الذي تركه يعني الاثر اللي سابه من فمه وضعه في ماء وليغتسل به المحسود يبرأ باذن الله تعالى ايها الحاسد توقف عن الحسد لما لان الحاسد يصله الحسد قبل ان يصل الى المحسود ما الدليل على ذلك يعني سيدنا بكر ابن عبدالله المزني يقول كان هناك رجل يدخل على الملوك هذا الرجل كان يقول كلمة واحدة ايها الملك احسن الى المحسن باحسانه اما المسيء فتكفيه اساءته فحسده احد الوزراء وقال للملك اتدري هذا الحكيم الذي يدخل عليك وتدنيه من مجلسك مع فقره انه يقول عنك كلاما لا يصح ايها الملك وحذ الله لا اله الا الله صل على معلم الناس صلى الله عليك وسلم يا رسول الله فاعتدل الملك وقال ماذا يقول عني هذا الحكيم قال هذا الوزير يقول عنك هذا الحكيم بانك رجل ابخر ابخر يعني تخرج منه رائحة كريهة من فمه قال سأتأكد من هذه الوشاية الي به ارسل في طلبه فخرج هذا الوزير الحاسد وقابل هذا الرجل وقال له اقسمت عليك بالله لتأكلن من طعام اليوم قال الملك ينتظرني قال يا رجل سنأكل لقمة خفيفة ثم نتعجل الى الملك فاذا به يجعل في اكله الثوم والبصل طيب معنا الاستاذ انور من المدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أنا عندي أنا عندي فرق مرحبا بأهل مدينة رسول الله تأسلا تأسلا يا غالي اتفضل الشعال الأول في ناس اذا جاء شوف منظر يفتحون عيون فوق تمام اشوفهم عيون يفتحونه دائما الحط الشباب هنا بالسعودية تمام وهذا من الشباب هنا والسواء الثاني في المسجد حيانا في بعضهم مصليين على جانب يشوفون السعوديين يشوفون السعوديين نابتين بدس جديدة بس هب على الناس بدس جديدة حيانا تنصل وبعد يومين أشوف البداس نصرق نصرق تمام والثالث السؤال الثالث الضيوف الضيوف يجون عند بيوت الناس يشوفون لمبات جديدة يقول ايش هذا ايش هذا ايش هذا وبعدها لحظ بعد أربع أيام تنخرب على الجزء تمام هذا سيساء أجيبك ان شاء الله أي سؤال آخر مشكور مشكور الله احفر القناة الصح وجمال آمين يا رب آمين يا رب بارك الله فيك ويجيبك ان شاء الله اخي الحبيب يعني سبحان الملك فاذا به يقول ايها الملك تأكدت من هذه الوشاية ثم اخذ هذا الرجل واطعمه الثوم والبصل واذا به يدخل على الملك فقال له الملك بعدما سمع هذه الحكمة منه وقال له احسن الى المحسن باحسانه اما المسيء فتكفيه اساءته فاذا به يقول ادن مني اقترب فلما دنى من الملك الرجل اكل الثوم والبصل وهذا ملك من ملوك الارض فهو يخشى ان يشم منه رائحة خبيثة فوضع يده على فيه هكذا فقال الملك اذا الوشاية صحيحة واخذ الملك المذوات والقلم وكتب الى عامله حامل الرسالة يصلخ ويذبح ويصلخ جلده ويحشى بالتب ويرسل اليه وكان الملك لا يكتب لا يكتب الا بجائزة او صلة وسبحان الملك خرج هذا الرجل الصالح المسكين بهذه الرسالة المختومة من الملك والمقيدة بقيد الملك فرآه هذا الوزير الحاسد قال الى اين ايها الحكيم الصالح قال كتب لي الملك رسالة بخط يده قال الملك لا يكتب الا بمزارع او ضيعات او اموال فاستحلفك بالله انا صاحب اولاد اعطيها لي قال لك ذلك لك ذلك خذها فاخذها هذا الوزير الحاسد وذهب الى عامله فلما ذهب اليه اذا به يجد المكتوب او تدري ما المكتوب في الرسالة قال لا لا تجوز ولا يجوز لي ولا لغيري ان يفتح رسالة الملك قال مكتوب حامل الرسالة يذبح ويصلق جلده ويحشى بالتبن ويرسل الى الملك قال الله الله راجع الملك الرسالة ليست لي والله قال ليس لامر الملك مراجعة وذبحة فاذا به في اليوم التالي يدخل هذا الحكيم على هذا الملك ويقول ايها الملك احسن الى المحسن باحسانه اما المسيء فتكفيك اساءته فاذا به يقول او لم تذهب الى عاملي برسالتي قال ايها الملك بينما انا في طريقي الى عاملك قابلني أحد أصدقاء الوزير فلان وطلب مني هذه وعلم أن بها صلة أو جائزة أو ضيعات قال صديقك لقد وشى عليك يقول عنك بأنك تقول عني بأني رجل أبخر قال كيف أقول هذا عن سيدي عن هذا الملك من ملوك الأرض قال والله ما قلت هذا قال فلما وضعت يدك على فيك قال خشيت لأنه أطعمني الثوم والبصل وخشيت أن تشم مني رائحة خبيثة قال صدق القائل لقد سبق حسد الحاسد إليه قبل أن يصل إلى المحسود أحسن إلى المحسن بإحسانه أما المسيء فتكفيه إساءته أخونا طيب معنا الأستاذ رياب السلام عليكم يا أستاذ رياب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ربنا يستورك يا حبيب منور كنات الصحة والجمال والله المهارد الله يستورك يا حبيب محضرتك بالصحة والسلام حبيبنا والله حضرتك السؤال بتاعي والدتي كانت مصيبة بمرض الخدم السكري وحضرتك الوقت البنان على كلامه الدكتور انها رجلها دلوقتي في حالة خطر وهي معترضة تماما على موضوع اجراء العملية وخايفة جدا من ساعة ما سمعت كلام الدكاتر يعني بالنسبة للمعهر بل حضرتك فايه المطلوب مني دلوقتي كابنها دلوقتي اتصرف معاه هي رفضة تماما هي بتسمعني لان يا سيد رجب لا هي بحالة مرضية بالفراش يعني طب استأذنك لو تنجلها التلفزيون او تسمع صوتي وانا هكلمها حاليا يعني ان شاء الله ما هي فنتي معلش يبعدها شوية عنه لان انا مكانه هي في مكان اخبرها بما ساقوله لك ان شاء الله يا اخي الحبيب اخبرها ان شاء الله يا حبيب اخونا مملكة العربية السعودية لسانور يعني بقول هناك عندما تدخل الى المسجد هناك عيون تفتح وتنظر اليك نظرة اعجاب ونظرة هو يظن فيها الحسد يا اخي الحبيب اذا رأيت هذا فقل الله اكبر اتدري عندما تقول الله اكبر يرد الحسد من بدنك الى الحاسد ولا يضرك ان شاء الله قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم قلها اذا اصبحت ثلاثا واذا امسيت ثلاثا لا يضرك حسد الحاسد ان شاء الله ولا اي مصيبة ولا اي بلاء ان شاء الله يعني يقول لك حتى عم الشيخ احنا في المسجد عندما نلبس الجديد سواء كانت احزية او غيرها تسرق اقول لهذا الصارق اتق الله فانك في مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم واعلم بانك موقوف والموقوف مسؤول والسائل لك هو الله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور معانا ام تركم السعودية السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله صحية من السعودية الى جميع اهلنا في مصر يا اهلا وسهلا باهل المملكة والله يحييك يا الشريخان دائما انا حكت بثقة رجلية تؤلمني على طول دين سبب اروف الدكتوري وما في اي سبب ودائما لما اسمع رقع واسمع قرآن وشيء جنب العصر كله يتنم وانا دائما احلم بالقطط يا ام ترك حضرتك بتصلي بتحفزها على الصلاة في وقتها ام ترك والله كنت اصلي وبعدها بعدين صارت تقيلة علي صراحي تمام تمام تقرأينا الاذكار اذكار السباح احيانا يعني كنت اصلي فطلت الحين اصلي صراحي تمام تمام ولا هادي سيء لني تمام اجيبك ان شاء الله اي سؤال تاني ام ترك اجيبك الله خائر ربنا استرك واسعدك دنيا واخرة انت والمشاهدين الكرام يا رب العالمين حتى في سؤال اخونا ارور من المملكة العربية السعودية يقول الضيوف حتى يا عم الشيخ الضيف عندما يدخل الى البيت تحدث مصيبة ربما هذه يكون من الحسد او تكون من عين هذا الضيف اقول لك اخي الحبيب دائما وابدا حصم بيتك حصم بيتك بالصلاة حصم بيتك بتلاوة القرآن وبخصة سورة البقرة حصم بيتك بالادعية المباركة التي اعلمنا اياها رسول الله اتدري ان سيدنا جبريل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي سيدنا ابو سعيد الخدري فيقول له او تشتكي يا رسول الله انت بتشتكي الم يا رسول الله قال اشتكي يا جبريل فقال له سيدنا جبريل بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك قلها الان بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك علمنا اياها من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأستاذ رجب يعني يقول والدتي مصاب بالمرض السكري ولابد من إجراء البتر أقول لك يا أماه اعلمي تمام العلم أن هناك عمر ابن الطفيل ابن عمر الدوسي كان في غزوة مع أبيه وكان في معركة مع أبيه أبوه نال الشهادة أما عمر ابن الطفيل ابن عمر الدوسي قطعت يمناه يعني ذراع الأيمن قطع فإذا به يذهب إلى بيته وقد فقد أباه وفقد عضوا من أعضائه وهي اليد اليمنى فلما وصل في يوم من الأيام إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب وكان عند سيدنا عمر أضياف كان عنده أضياف فإذا به يقول تقدموا للطعام طبعا سيدنا عمر ابن الطفيل ابن عمر الدوسي يده اليمنى مقطوعة فسيتقدم للطعام بيده اليسرى هذه اليد التي تستخدم في أمور كلنا نعلمها فإذا به يتأخر فرآه الفاروق عمر قال لما تأخرت يا عم قال له سيدي سأتقدم بيسرى قال والله لن يذوق عمر الطعام ولن يذوق صحابي من صحابة رسول الله الطعام حتى تطيش في الصحفة بيسراك فما منا من أحد سبقه عضو من أعضائه إلى الجنة إلا أنت فاحتسب يا أماه فإنك إذا فقدت هذا العضو أسأل الله أن يصبقك إلى الجنة وأن يؤجرك في مصيبتك خيرا ويخلفك خيرا منها إنه ولي ذلك والقادر عليه أم ترك من المملكة العربية السعودية تقول عندي ثقل في قدمي وعندما أسمع الرقية يعني أتعب وأرى القطط في منامي أنا وأنت السبب يا أم ترك وأنت أيها المشاهد الكريم لما لأن الله هو الذي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضمكا أنت تقولين لا أصلي من كان الله معه فمن عليه فأنت تتركين الحبل والصل الذي بينك وبين الله والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه لو حافظتي على الصلاة وبخاصة صلاة الفجر عندما تصليها مع الزوج أو تصليها مع الأولاد في جماعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في زمة الله يعني عارف يعني في زمة الله في كنف الله تحت رعاية الله بحول الله وقوته يتحرك فعليك بالصلاة النبي وهو يموت يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يا أخي الحبيب الغني يحسد إيه وربي الغني عنده عمارات عنده سيارات عنده مصانع عنده شركات ربما رأى شابا قويا فتيا يافعا ينظر إليه نظرة فيهلكه العين حق العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر والله لو نظر غني إلى فقير قوي أعطاه الله الصحة والعافية ولم يقل ما شاء الله تبارك الله أهلكه الدليل على ذلك صلي على من علمنا صلى الله عليك وسلم يا رسول الله الوليد ابن عبد الملك ابن مروان خليفة من خلفاء المسلمين أمير من أمراء المؤمنين ملك من ملوك الأرض دخل سيدنا عروى بن الزبير عليه ومعه ابنه محمد محمد هذا كان جميلا ما شاء الله تبارك الله ألبسه ثوبا جميلا ووضع له أطيب الطيب فما رآه الوليد ابن عبد الملك حتى قال ما هذا الجمال ما رأيت طفلا كهذا خرج الطفل من عند الملك ملك يعني أغنى أغنياء الأرض وذهب إلى إصطبل الخيل فركلته الخيل بقدمها فمات من توه يا الله اتق الله اتق الله في هذا اللسان والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه غم هذا الحسد في قلبك لا تعدو به يد ولا يتحرك به لسان حتى لا تعاقب عليه أمام الله فإن هناك رجل كان عند الملك يعني الملك هذا كان زكي فطن فقال لوزرائه وحاشيته الحاسد يكره نفسه قالوا لا يمكن الحاسد ده رجل يتمنى زوال النعمة من عند الغير كيف يكره نفسه قالوا قال سأثبت لكم ثم دعا رجلين من الحساد قال اتوني بفلان وفلان فمثلا أمام الملك قال لهما فليتمنى علي أحدكما أمنية أعطي الآخر قدرها مرتين يعني لو واحد تمنى ألف جنيه هيدي الثاني ألفين تمنى قصر سيعطي الثاني قصرين قال كل منهما لأخيه تكلم أنت تكلم أنت كل منهم يريد أن يكون صاحب المرتبة الثانية فارتفعت الأصوات عند الملك قال سمطا لا ترتفع الأصوات عندي ثم اختار أشدهما حسدا وقال تكلم أنت يا فلان طيب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أيوة أنا مروز خمس سنوات وأنا بعاني من ساحل دايما تعبانة شعر بيقع بحلم أحلام يعني بعد احترام من حضرتك جماعة لو محارم نية ابني بنت خارتي في المشاكل أنا وزوجي على طول على طول دايما دايما بابعصبية فوق الواقع ولدك اسمه إيه ولدك اسمه إيه لدي بدرب عمف ممكن إيه ابني يموت في إيدي ابنك اسمه إيه نعم ابن حضرتك اسمه إيه ابني اسمه جاسر تمام ربنا بركلك فيه ماشا مجاسر الله عندي أسامة الصغير اللي هو سلاتين ونص تمام تمام في أي سؤال تاني أو مجاسر لا بالله عليك أنا تعبت ورحت للسيوف كتير وللأسف يعني ما حدش عمل زوجك بيشتغل إيه يا مجاسر زوجه موظف موظف شغال إيه شغال في الأسلين تمام 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 أجيبك إن شاء الله أجيبك إن شاء الله معانا لأستاذها نادية السلام عليكم ورحمة الله فضالي يا سيزة نادية سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام نحو الله وبركاته وأنا بشكرك على الموضوع الحلقة بصراحة موضوع شايف ربنا استورك يا رب أنتو تشكر الإعداد اللي في الحلقة لأنه هم اللي مختارين الموضوع والله يزاهم الله خير وبركر الإعداد ووسط البينامج جميعا ربنا بارك في عمرك يا سيزة نادية تفضالي حضرتك والله يا شيخ احنا بنعاني فعلا من موضوع الحسن ده وهو مش عايزة أقول لحضرتك يعني عنده عشر أبعاف يا ناقل على قدنا وعنده كل شيء إبارات من زالك يبصر الشيء القليل ويتبجح بكلمات كده في روش الواحد يعني وبعد ندلمش طبعا بيصر حاجات مش كويسة حاجات تكسر حاجات تعمل ده الضف ده انت عرفاه يا عرفاه يا سيزة نادية أيوة عرفاه بشخص وجارب ليكو يعني مسلا أيوة تمام وبعدين كان فيه برضو حاجة من الفترة كده يعني ليه أخينا الله يرحمهم بقاء لله بقاء لله فيه برضو السيار اللي حتى دي الشيخ يعني ليه أخي سافر وليس عمل مشتورة صغير كده ففيه واحد الرجل ده يعني ما شاء الله عني أغاني بسي أنا بقولك ما شاء الله تمام طبقته وقال فلان على أخي ده هيتجوز قبل أخوك كبير تمام ما فيش حاجات ما فيش أسبوع عاش قيام اللي موضوع خشل والدائل وعيه وتوفق الله وخول لي هو ألا يتجوز قبله دعليه هيتب وعليه ما عاش يقول لك من يتوفق بع بعض يعني ما بينه ومبينه بعض تمنى تشوش البقاء لله البقاء لله الله يخليك فأنا عايز تعالى في الحضارة في البيه أو الدفل اللي بتخش حاض أديبك إن شاء الله الأستاذ عبير أيها السيار السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل يا أستاذ عبير أنا بعلم من الحاسة في بنتي كالتنوية عامة بنتي كالتنوية عامة ومتطوقة جدا تمام وذاكرة كدت صلي ومبسومة 2 وخميس وأنا كنت بالاجحة معها مادتها وطلع من الحالة كل حاجة ما كنت يعني أسنقص حاج وفجئت واتضمت يوم النتيجة أنا كان قبل النتيجة كنت تعبانة مش حاجة كنت حاسة أن أنا تعبانة ومخنوق تمام بنتي يوم النتيجة لقيت نفسها يعني هي كان متوقعة تجيبها تعبت تسينات ديام تمام لقيتها جايبة ثمانين انهرت وتعبت ودي أخذت في رشي لأنها أكت أمل الوحيد بصراحة ربنا بريكلك فيها وإحفظها من كل سوق حاضر أجيبك إن شاء الله أستاذ عبير حاضر أنا بريكلك فيها يعني أم جاسر ومؤسامة بتقول لك أن يعني خمس سنوات وأنا بعاني من السحر وحتى بطرى رؤى طيب معانا ممحمد عشان ما نزعلش لأسعالي السلام عليكم ممحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أمو محمد سامعك تفضلي مرحبا بأهل الصعيد سامعك تفضلي أي القرج بين الرؤية وبين الحلم السيطان حاضر أي سؤال تاني يا أمو محمد شكرا يا أمو محمد يعني أم جاسر ومؤسامة بتقول خمس سنين بعاني من السحر وروحت المشايخ كتير وطبعا ما فيش فايدة وما فيش فايدة في العلاج أقول لك هناك دواء دلنا عليه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني أنت لو معك ورج وجلم آه بقصدك أنت اكتبوا راية يعني تقرأ البقرة كل ثلاثة أيام إما بالنهار وإما بالليل على يعني خمسة لتر عشر لتر عشرين لتر من الماء ثم يشرب بها أو يشرب منها المسحور والمحسود حتى صاحب المعين اللي هو مصاب بعين يشرب من هذا الماء ويغتسل به وتغتسل خارج الحمام ثم يصب هذا الماء تحت شجر أو في ماء جاري ثم بعد ذلك الاستماع للرقى الشرعية وهي كثيرة وأنا أميل للرقى الشرعية الخاصة بالشيخ مشاري بن راشد العفاسي لأن هذا الرجل أحسبه على خير ولا وزكيه على الله وتربطني به علاقة طيبة إن شاء الله كذلك هي ترى جماع المحارم يعني ترى أن بعض المحارم يجامعها في المنام لا حول ولا قوة إلا بالله جاءني أحد الشباب في يوم من الأيام ولذلك أنا سألت عن عمل زجها فقال يا عم الشيخ والله أنا بشوف أن أنا باجتمع بأمي كما أجتمع بزوجتي قلت له هل أخرجت يوما من الأيام مالا بربا أنت طلحت ربا في يوم من الأيام قال لي عم الشيخ من خمستاشر سنة سلفت واحد يعني حوالي عشر تلاف جنيه وخدت عليهم ألف قلت له أرجع له المال واستسمح والله ما مر إلا شهر حتى اتصل علي بالهاتف وقال الحمد لله أذهب الله عني هذا الحلم المفزع فيعني دور وفتشي كده وفتشي في المال الذي يدخل إلى بيوتكم إن شاء الله تؤجرون في الدنيا والآخرة الأستاذ نديا بيقول فيه قريب كل ما يدخل تحصل مصيبة في البيت نعم هناك بعض الناس حساد يحسدون الناس على نعم الله عليهم يا الله يعني سبحان الملك عندما قال الملك لهذين الرجلين فليتمنى علي أحدكم أمنية أعطي الآخر قدرها مرتين فالحسد الأول يقول لو تمنيت مالا لأخذ أكثر مني عقارا لصار أغنى مني فإذا به يقول أيها الملك افقى لي عينا يا الله عشان يتني ايه آه يتعمي هو سبحان الله الحاسد ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب فجزاك ربي أن زادني وسد في وجهك باب الطلب فأنت إن شاء الله يا أستاذ نديا هو يضوبك يخرج علم الكباية اللي هو شرب منها شرب كباية عصير وشايف فيها أسر شرب يعني أي حاجة عندك قهوة وسيب منها أسر خذي هذا الأسر وضعيه في ماء وليغتسل به أهل البيت كله إن شاء الله بإذن الله لا يضركم منه الحسد إن شاء الله يعني بتقول سبحان الله ده أنا عندي أخويا مات بالحسد إيه وربي أنا مصدقك لأن حبيبنا النبي اللي قال هذا الكلام قال العين حق العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر في يوم الأيام هشام بن عبد الملك بن مروان خليفة وأمير للمؤمنين وملك من ملوك الأرض في يوم في رحلة الحج يمر على مسجد رسول الله فقال للجنود انظروا من يصلي في مسجد رسول الله في هذا الوقت المتأخر فذهبوا فوجدوا من وجدوا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قالوا وجدنا رجلا كبير السن قال إلي به فما إن رآه قال كم عمرك هشام بن عبد الملك بيسأل سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر قال تجاوست أو جاوست الستين عاما قال جاوست الستين عاما وأنت بهذه القوة ده أنت فيك صحة تهد جبال أنت تجاوست الستين عاما وأنت بهذه القوة لم يقل ما شاء الله تبارك الله قال له ما تأكل أنت بتأكل إيه عشان أكل زيك قال أنا آكل الخبز والزيت زيت الزيتون والخبز الجاف قال أو تشتهيه يعني أنت بيجي لك نفسي تأكله قال والله لا آكل حتى أشتهي فقال له عمر مديد وصحة وعافية فأصيب سالم بحمى مات على إثرها في خلال شهر فأنا مصدقك فدائما وأبدا يما تلاقوا واحد بحسد قولوا في وجهه الله أكبر ما شاء الله تبارك الله يرد الحسد عليه إن شاء الله يعني أم محمد تقول الفرق بين الرؤية والحلم الشيطاني طبعا الرؤية إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب فإنما هي رؤية من الله أما الحلم الشيطاني ده معروف الرؤية كلما اقتربت من صلاة الفجر فهي رؤية مباركة إن شاء الله إذا رأيت فيها الخير فحدثي بها من تحبي ومن تحبين إن شاء الله أما الحلم الشيطاني حلم مفزع أنا شفت إن أنا باتعارك في المنام شفت إن الناس بتموت شفت إن أنا في حادثة مفجعة شفت إن في حريق هائل فهذا كله حلم من الشيطان طبعا أعمل إيه أتعمل مع الحلم إزاي علمنا إياه النبي لا تحدثين ولا تخبرين به أحدا ما تخبرش به أي حد في العالم طب أعمل إيه عم الشيخ إذا قمت من نوم فقولي لا إله إلا الله الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور ثم بعد ذلك قولي لا إله إلا الله واتفلي عن يسارك ثلاثا فإنه لا يضرك إن شاء الله يا سبحان الملك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وأبدا يعلم الصحابة إذا رأى أحدكم من ولده ما يحب فليبرك عليه عندما ترى ولدك في خير قل ما شاء الله تبارك الله أبناؤنا اللي هما في السنوية العامة تاني الجمهورية جايب تسعة وتسعين بالمئة ويموت في حادث مفجع والله السبب العين وأنا ألوم كان لي صاحب هو حكم في الدور المصري اسم الكابتن محمد قطب هذا الرجل يعني أنا عتيبت عليه ويمكن بالأمس بنت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله تسعة وتسعين ونص يعني في علم علوم وإذا به ينزل بست على الفيس ويقول لي سبها على الله ما كله على الله يا مولانا كله على الله يا مولانا إيه اللي يضرها لا يا حبيبي يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان كما أخبرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبي في يوم من الأيام يدخل على إحدى زوجاته فإذا بها وهي أم سلمة رضي الله عنها طيب معنا لسفرهيم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله يخليك إزاك أسياد محمد ربنا يسترك يا حبيبي الله يخليك أسياد محمد أسياد محمد كنت عايزة سألك سؤال بس تحت أمرك طب يعني وطي صوت التلفزيون شوية عشان تسمعني وأسمعك كويس إن شاء الله تفضل يا سبراهيم سامعك تفضل ماشا إن شاء الله حضرتك أنا عندي والديتي آني كانت دخلة يعني في جمعية وكذا تمام وطبعا يعني لما حصل يعني مشوار البلده الكورونا وكلام من ده تمام يعني لي أخ يعني وزعته علي وعلى أخوي وكذا كانت دخلة في جمعية كانت عايزة تروح بها الحج وكذا تمام ده يعني يقولينك أختين بنات البنات لهم في هذا المال ولا طب يا حبيبي المال ده مال ملك لولدتك ملك لولدتك كانت عايزة تروح بها الحج مش كده آه آه تمام وعندك أختين بنات تانين آه آه بس هي عايزة ساعدنا يعني أنتو ظروفكو يعني على جدها كده على جدها آه طيب أختينك البنات متزوجات يا حبيبي البنات متزوجات آه متجوزين اللي اتنين تمام يا حبيبي أجيبك إن شاء الله يا السبراهيم يعني معنا محمد السلام عليكم يا محمد عليكم السلام ورحمة الله فضال يا محمد لو سمعت يا شيخ أنا كنت بعالي من سحر بيبهات تمام وآه بقالي فترة الوقت يعني ماشي في قصة مرض على طول ما بخصش خالص تمام كمان بصحة من النوم إلا جسمي في خربيش كتيرة وإن كانوا بقولون أن السحر ده نحي يتحدى من أهلنا فإحنا لما بنروح نحي البيوت أهلنا بنجي نعيا ونتعب ونخش في دوامة المرض مع الدكات فأنا عايزة أكد الكلام بصحه والله حاضر أجيبك إن شاء الله يا محمد حاضر أي سؤال تاني ماشي تفضل يا محمد السبراهيم بيقول والدتي يعني كالدخلة في جمعية وهي عطتنا المال في حياتها ومعطتش الأخوات البنات طبعا إذا كانت الظروف طبعا على جدها وإنت واخوك حالتكم ضعيفة وتعبانة وهي ساعدتكم فهذا مالها وهي حرة وهي حرة في تصرفها الذي فعلت فليس في حرج إن شاء الله ولكن يعني يا سبراهيم ما تنساش أختك أي يعني دخول الأخ على أخته يعني لو بكلفتها لو بطعام يا أخي لو دخلت من غير حاجة خالص وصهرت معاها ومع أولاد الأخت فهذا كله تشريف أمام الزوج فلا تنسى هذه الضعيفة وقل لأمك يعني اجعل بعض المال ولو قليل لأختي حتى لا تسألين أمام الله عز وجل طيب أم محمد بتقول أنا عندي بعاني من سحري عم الشيخ وجسمي بقوم بلقي فيه خربش كتيرة والسحر ده يعني بيقوله أنه هو تبع أهلي يعني في بيت حولنا أهلي بيت الجيران وليكن أقول لك يا أم محمد هناك أمر خطير يقع فيه بعض السحرة عليهم من الله ما يستحقون النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد ومن أتى كاهنا أو عرافا ولم يصدقه لم يقبل منه عمل أربعين يوما بداية من أخبرك بأن هذا السحر السبب فيه فلان تعلمين أن هذا الرجل مش مزبوط يعني في العقيدة بتحت خلل لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم الغيبة إلا الله والنبي يقول في آية في القرآن ولو كنت أعلم الغيبة لستكثرت من الخير وما مسني السوء فما أدرى هذا المعالج أن السبب في السحر جيرانك ولا جربتك ولا خلتك ولا عمتك هو يقطع الأرحام فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم والله الذي لا إله غيره أنا أتقدم بالشكر لقناة الصحة والجمال وللمعدل أستاذ حمني لاختيار هذا الموضوع لأنه من الخطورة بمكان هناك من يموت ويدخل القبر بسبب الحسد هناك من يفتخر بعد الغنى بسبب الحسد هناك من يخرب بيته بسبب الحسد ولكن سريعا هناك علامات إذا رأيتها عليك فاعلم أنك محسود وترجي نفسك بإيه بالإخلاص والفلق والناس وآية الكرسي قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وآية الكرسي تقرأ كل واحدة ثلاث مرات أو سبع مرات وتمسح على جسمك من هذه العلامات التثاؤب أثناء الصلاة ونزول الدمعة وإنت بتصلي كده نفسك بتتتاوت والدمع نازل تعرف على طول إنك إيه محسود كذلك الغضب بنأقل الأسباب كنت أنا راجل صبور وبعدك كده فيه غضب شديد جدا وبتنرفز على أقل سبب من الأسباب تعرف إنك محسود هناك سوء المعاملة مع الأولاد وحب العزلة طلاجل والراجل بعد ما كان بقعد مع أسرته ياخد جنبي كده واللي يتكلم يقول له اسكت أنا دماغي مصدعة أنا في الشغل طول اليوم تعلم أن هناك خلل كذلك الضعف العام والهزال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة وجارية عند أم سلمة فوجد فيها سفعة يعني سفعة يعني سفرة يعني ضعف عام يعني زي أنمية كده وصفرار في الوجه فقال لها إن بها حسد وإن بها عين فارقوها ارقوها كذلك يا أخي الحبيب عندما ترى الأولاد يعني يتشاجرون وبيكلوا بعض زي خلية النحل تعلم أن الأولاد بهم حسد ده كانوا الأولاد كويسين ده كانوا بيحترموني وانا جاعد ده كانوا بيحترم أمهم وهي جاعدة دلوقت ما بيدوروش يقوموا على بعض كأنهم الأعداء كإن اليهود والمسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله تعلم أن الحسد دب إليكم فعليك بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسرعان ما سحب بساط الوقت من بين أيدينا ومن بين أقدامنا فاللهم احفظ لنا أولادنا واحفظ بيوتنا واحفظ أبداننا واحفظ أموالنا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم هيئ لمصر من أمرها رشدا اللهم من أراد بلدنا بخير فاعنه عليه ووفقه إليه ومن أراد بلدنا بسوء فاجعل تدبيره تدميره واجعل كيده في نحره اللهم اجعل أولادنا خدما لدينك خدما لدعوتك خدما لسنة نبيك ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا دمتم في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله